معي للأمين العام للجامعة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن تنعقد هذه القمة العربية على أرض موريتانيا الشقيقة برئاسة الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي نشكره نشكره على حصن الوفادة ونتمنى له لهذا البلد الآمن كل الخير والتقدم والنمو ونود أن نتوجه بتحية حارة إلى رئيس القمة العربية السادسة والعشرين رئيس جمهورية مصر العربية الأخ عبد الفتاح السيسي وبالتهنئة إلى الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية الأخ أحمد أبو الغيت متمنين له التوفيق في مهمته والشكر والامتنان للأمين العام السابق الأخ نبيل العربي السيد الرئيس تنعقد قمتنا وسط أزمات وحروب تعصف بلدان عربي عديدة وتنذر بنتائج خطيرة على منظومة الأمن القوم العربي ولعل أخطر هذه الأزمات المأساة السورية التي لفحت لبنان بنارها وألقت عليه أعباء هالئلة يكابدها بشق النفس فهناك هناك ما يقارب المليون ونصف نازح سوري في بلد ذي إمكانات محدودة أقفلت الحرب حدوده وانقطعت تواصل التجاري البر بينه وبين الرئة العربية التي يتنفس منها نحن بلد صغير يُعدِّ واجبه الأخوي بلا منا ترفضه مساعدات دولية ما زالت قاصرة عن تلبية حاجات النازحين والمجتمع المضيف أمام هذا الواقع أمام هذا الواقع نتطلع إلى إخواننا العرب إلى إخواننا العرب فمن الأجدر منهم بسماع شكوانه والأقدر على مساندتنا كما فعلوا على مدى السنين إن لبنان إن لبنان يقترح تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين داخل الأراضي السورية وأقنع المجتمع الدول بها لأن رعاية السوريين في أرضهم أقل كلفة على دول الجوار وعلى الجهات المانحة وأفضل طريقة لوقف جريمة تشتيت الشعب السوري وفي انتظار تحقيق ذلك ندعو إلى إنشاء صندوق عربي صندوق عربي لتعزيز قدرة المضيفين على الصمود وتحسين شروط إقامة النازحين المؤقتة إننا نشدد على الطابع المؤقت للوجود السوري ونعلن أن لبنان ليس بلد لجوء دائم وليس وطنا نهائيا إلا لأهله ونحن نتطلع إلى يوم يحل فيه السلام ليعود النازحون إلى بلدهم ونشبك أيدينا بأيديهم في ورشة إعادة أعمار سوريا السيد الرئيس يتعرض بلدنا إلى موجة إرهاب عابرة للحدود وعلى رغم أزمتنا السياسية التي حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس الجمهورية تمكننا تمكننا من التصدي لهذه الظاهرة التي تنشر العنف من دون أي وازع ديني أو أخلاقي إن العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم النبوي شريف عشية عيد الفطر المبارك تؤشر إلى الدرك الذي بلغته النفوس المريضة التي تخطط لمثل هذه العمال وتسويغها لقد خرجت ظاهرة الإرهاب عن كل حد وبادت تصيب مصالح العرب والمسلمين في كل مكان وتشكل تحدياً وجودياً لبلدانهم ومجتمعاتهم ولذلك لذلك نحن مطالبون بالخروج من موقف الدفاع في وجه هذا الوحش وتجنيد كل الطاقات الأمنية والسياسية والفكرية لمحاربته بكل الأشكال حمايةً لأمننا ومستقبل أبنائنا ودفاعاً عن مكانتنا في العالم السيد الرئيس إن لبنان كان ولا يزال يتطلع إلى أسرته العربية التي شكلت على الدوام مظلته الحامية وحاضنته وسنده إننا نؤكد حرصنا الدائم على المصلحة العربية العليا وتضامننا مع أشقائنا العرب في كل قضاياهم المحقة ونعتبر أن أي ضيم يصيبهم إنما يصيبوا لبنان وأهله نحن لسنا محايدين في كل ما يمس الأمن القوم العربي الأمن القوم لأشقائنا وخصوصاً وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي ونرفض أي تدخل في شؤون البلدان العربية ومحاولة فرض وقاع سياسية فيها تحت أي عنوان كان إن لبنان إن لبنان لم يعتد من إخوانه العرب إلا تعامل الشقيق الأكبر المتفهم لواقعه الداعم لتماسكه والحريص على تجربة العيش الواحد بين الطوائف والمذاهب فيه نحن ننتظر من أسرتنا العربية أن تكون سنداً للدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية كي تبقى صامدةً في وجه الإرهاب عصيةً على العابثين بالخرائط والمجتمعات العربية السيد الرئيس من قلب هذه المعمع الإقليمية المؤلمة التي تصم الأذان وتعم الأبصار نتطلع إلى غدٍ ينحسر فيه كل هذا الهول وتلملم أمة العرب شتاتها ويعود السلام إلى أرض السلام فلسطين وإلى سوريا الحبيبة وللعراق واليمن وليبيا وكل أرض عربية تسيل فيها دمعة أم ويرتعد فيها خوفاً قلب طفلٍ صغير نسأل الله التوفيق لنا جميعاً لما في خير هذه الأمة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر